اشتازة ايا عمر رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة من ورانا في الستوديو وانفقت الفاصل في انها كانت بتراجع الارقام بتاعت المدارس تحديدا في المرحلة الاولى خد بالك واللي تنفذ منها 95% قلتيلي بقى بعد الترحيب طبعا كان مدرسة مرحلة اولى بس 2426 مدرسة تم تنفيذ 95% منهم يعني يجي 2400 مثلا اللي فاضل الستة وعشرين اللي هم ممكن نصحة الاسبوع الجاية اليوم خالصانين مثلا حاجة زي كده وحن هنا بنتكلم عن مرحلة الاولى بس وده جوة مبادرة او جوة حياة كريمة بس مش بتكلم عن العموم الجمهورية مظبوط هل ده معناه ان الدولة مش مهتمة بالتعليم؟ لا طبعا يعني ده اساس يدل على ان الدولة عاملة مشروعات تلنوية في الجانب الخاص بالتعليم طيب لما تعملوا مبادرة راجعين نتعلم ده معناه ان الدولة مش مهتمة بالتعليم؟ لا مهتمة بالطالب كمان يعني هي مش بس بتعمله المدرسة هي بتنشئله كمان البيئة المناسبة ان هو يدخل فيها الدراسة بتأهله ان هو يدخل دراسة في بيئة مناسبة طبعا ايه حكاية الهوسة المعمولة دي؟ ماشي ربنا ايه دي نكمل بقى مع حضرتك في المبادرات المعمولة انبثاقا او جوة المبادرة بتاعتنا الكبيرة ومؤسسة حياة كريمة وكنا بنتكلم على الصحة حضرتكم عندكم خراية متعلقة بنوعيات الامراض اللي موجودة في المحافظات مراكز قرى هنا في ايه وهنا في ايه وان عدد المصابين ده بجد؟ خليني اقول لحضرتك اول ما احنا عادنا على الترابيزة حوالي من سنة 2020 ان احنا عشان يتم اطلاق المرحلة الاولى للمبادرة الاسية حياة كريمة اللي هي بتستهدف 1477 قرية قعد معنا حوالي اكتر من 24 وزارة وهيئة كل وزارة وهيئة مسؤولة منهم على جزء خاص يخصها في هذه السلسلة المتتالية عشان نوصل لخط النهاية ان احنا نعمل تنمية شاملة لكل قرية ومركز وي تابع الحقيقة ان كانت وزارة الصحة هي المسؤولة عن الكنب الخاص بالوحدات الصحية لمبادرة حياة كريمة ونحنا نقيم مستشفيات عامة ونقيم هذه الوحدات الصحية الكاملة ووحدات الاسعاف وتوفير العربيات الخاصة بقوافل الطبية المتخصصة وبناء عليه هي درسة الخريطة الوبائية لكل قرية وكل مركز عشان تقدر تقرر ما هي العيادات اللي هيتم بنائها ووحدات مثلا في مكان ممكن يكون فيه بيحصل فيه امراض بسبب الكلى اعلى من مكان اخر فبيتم اعداد وحدات غسيل الكلى في المكان ده اعلى من مكان تاني فاحنا الحقيقة ده تم فعلا وبالفعل بيتم ان احنا بندرس الخريطة الوبائية لكل مكان وبناء عليه بيتم تحديد التدخلات المناسبة لكل مكان على حد فانا مش شغل جهجهوني خالص لا 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 كلها بمعايير احنا لما تم حتى استهداف التدخلات في المرحلة الاولى استهدفنا هذه الكرة والتوابع والمراكز بان احنا حطينا تسع معايير مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقامت بها دراسات ميدانية على شهور وحوارات مجتمعية للاهالي على شهور مؤسسة حياة كريمة ووزارة التنمية المحلية ان احنا ننزل نعمل استمارات للبحث الميداني للقرية تمام واستمارات للبحث الميداني للأسرة ونشوف هما طلباتهم ايه وندرس احتياجاتهم ايه وندرس احتياجات المحافظة وبنقوم بعمل زي حلقة وصل بين طلبات الشعب واحتياجات الشعب وبين القيادة السياسية ورؤية القيادة السياسية في التنمية الشاملة وبناء عليه احنا الحقيقة توصلنا في النهاية ان احنا هذه التدخلات تم اعدادها بناء على تسع معايير ان احنا نتدخل في هذه المناطق اللي هي في المرحلة الاولى وهذه المعايير هي كانت التعداد السكاني لكل منطقة نسبة الفقر لكل منطقة الخدمات اللي محرومة منها كل منطقة هي ايه تمام دراسة ما هي الخدمات اللي محرومة منها كل منطقة الطبيعة المختلفة لكل منطقة والموادد المتاحة في هذه المنطقة دي في صناعة أو أننا أعمل لها مجمع حرة فيه أو مجمع صناعي عشان نستفيد من القوى اللي عاملة عندها أو الشباب أو القوى الطبيعية اللي عندها أننا ندرس كمان الهجرة غير الشرعية اللي بيتم هجرتها من الريف للمدينة يعني أنتم عارفين أنهي قرى بتصدر هجرة غير الشرعية أكتر من غيرها النسب هنا قد إيه بيسافروا الأنهي بلاد بالزبط ونسبة المرأة المعيلة في كل مكان نسبة البطالة كل ده تم دراسته وبناء عليها تم تحديد أن نختار 1477 قرية في 52 مركز كتدخل عاجل وكان يمكن أعلى عدد تم التدخل فيها محافظات الصعيد لأنها تعتبر النسبة الأكثر فقرة طبعا أساسي دولة سبع مراكز في كل محافظة تم استهدافهم في المرحلة الأولى ونسبة التنفيذ في المرحلة الأولى يعني خلينا نقول أننا في وقت قياز مبادرة حي كريمة عملت طفرة تنموية لأن أنت عندك دلوقتي في ظل الأزمات اللي بتمر بيها مصر في ظل كائحة كورونا اللي مرت علينا في ظل الأزمة الاقتصادية الأخيرة الروسية الأوكرانية تمام والأسارة على مصر والعالم أجمع أنت مصر دلوقتي منفزة في المرحلة الأولى نسبة 61.5% وأعلى في المرحلة الأولى في كافة المشروعات ومش مشروع واحد أنت عندك 28 ألف مشروع ترجمة نانسي قنقر